اشتركوا في القناة ومشاركة محتوانا بين أصدقائكم في كل المواقع الاجتماعية لتعم الفائدة فرجة منتعة بإذن الله تعالى 250 ملجرام درير الصغار وفينا هو الأحسن 225 ملجرام أو 250 ملجرام وطريقة للتستعمال في الشرابة وش خمسة نقطات أو ثلاثة والله يجازيكم بخير أموكسير شراب الدرير الصغار يحتوي على المادة الفعالة أموكسيري موضاد حيوي من الجهاز العظيم والجهاز التنفسي دواء بشاري الدواء البشاري أموكسير صغار للأطفال وش النسبة للمزيانة بالنسبة للطيور وش 125 ملجرام وماتين وخمسين ملجرام وطريقة الاستعمال في المشربية 100 ملجرام وش خمسة نقطات من هذا الأموكسير ولا ثلاثة نقطات من هذا الدواء دي الأموكسير نتذكر للأخوان بالنسبة لهذا الدواء أموكسير يحتوي على مادة الأموكسيسيلين وهو مضاد حيوي بشاري للأطفال بالنسبة للبكسيرية للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي يدويهم بجوج بالنسبة لهذا الدواء يعطينا جريبة دياله وطريقة الاستعمال السلام عليكم ورحمة الله أخي أخي الأموكسيسيلين بصورة عامة له تأثير تنفسي يعني على الأمراض التنفسية وتأثيرها على الأمراض المعوي إنما بصورة عامة نستعمده نحن للطيور وقت بتشوف بطن الطير من تفخ لكن ما وعطي أحمرار من نفس لون الجلد مع عدم حركة بالأمع يعني فقط انتفاخ بطن بلون وردي أو حتى يمكن استعماله بالأمراض التنفسية كمان تأثيره جيد بالنسبة لطريتي الخاصة باستعماله بيشتغل معك المية وخمسة عشرين بيشتغل معك العياره ميتين وخمسين الطرفين إنما من تركيزه فإذا بده تحط كمية هاد ضعف كمية هداك بالتركيز فأنا بدلك عطريقة مشان ما يخرب الدواء بس حليته وهذا ما مميزته إنه بس ضفت له الماء الماء الصحة الماء النقي الماء المعدني يبقى صالح فقط لبعد أسبوع أو عشت أيام كحد أقصى بعد منا بده تكبه فلذلك نحن ما منلجأ وقت من استعمله للطيور لتذويبه هذا وقت بيستعملوه للأطفال جرعته خلال كم يوم بيستعملوه وبيخلص استعماله يعني جرعته هي كله أبوي كامله إنما بالطيور ما في داعي لها لهذا فشو منجي منساوي منجي مناخد اللي عياره مية وخمسة عشرين منجيبه أفضل لأني أخف ومناخد منه بقدر حبة الحمص بودرة مندوم ما نحله ولا منحله نهائيا ومنحطه بالشرابة الخمسة وثلاثين أو الأربعين ملي ما في مشكل ومنقدمه مدة خمس تيام وربعض ويفضل بل يجب بعد الجرعة إنه نقدم بكتريا نافع فإذا طريقة التقديم بتحفظ لك الدواء كله بتاخد منه قد حبات الحمص بحطه بخمسة وثلاثين أو بأربعين ملي لعياره مية وخمسة عشرين وبتقدمه مدة خمس تيام طبعا مع تغيير الماء كل ستة وثلاثين ساعة كحد عظمي هيك بيبقى الحنجور أو العبوي صالحة الاستعمال لحد ما يخلص مفعولة اللي مكتوبة على العبوي بينما بس حليته بالماء خلال أسبوع أو عشر تيام لازم تكبوا تحياتي للجميع بيؤمن تستفادوا من هالمعلومة ونستفيد منكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة